بعض الملاحظات الهامة جدا لانه مبارح جالي تليفون عتاب من بعض ابناء برسعيد الحياة بيقولولي انت بتقول انه الفنادق والملاعب هترفض استقبال فريق النادي المصري اذا المصري لعب الموسم المقبل وانا بقولها مرة تانية دون ان يغضب مني احد هتبقى القصة صعبة ما زالت الاعصاب مجدودة للغاية والابتعاد لفترة هو الافضل وهو الاحسن وقلت وبقول انه اللي سقطوا في مباراة المصري والاهلي كانوا من المحلة من المنصورة من ضمياط من السويس من القاهرة من الاسكندرية وكل دول المحافظات دي فيها اندية او معظمها بيلعبوا في الدور الممتاز وفي حالة غضب وقلم وحزن زي ما شفنا في الشارع سواء هنا او هنا فالناس غاضبة جدا منفاعلة جدا فبارجع تاني بقول هذا حفاظا على اللاعبين هذا حفاظا على المنشآت هذا حفاظا على بارقة امل او بصيص من الامل ان احنا ممكن نعود لنلعب رياضة من جديد وانا شايف ان امر صعب سنة دي خلاص كل سنة نطيبين والسنة الجاية كمان انا شايف انه صعب من السهل حدش ابدا عايز يسمع صوت العقل حدش ابدا عايز يتكلم بهدوء عشان نسمع عشان نتكلم حدش ابدا عايز يصدق انه فيه بالفعل خطورة وانا اللي بتكلم في خطورة بقول في خطورة لانه انا لعيب كورة لمدة تلاتين سنة وعارف جمهور شكله عامل ازاي الفترة اللي فاتت بقت اعلامي بقالي 14 سنة فعارف القصة برضو شكلها ايه فاعرف كويس قوي كيف تفكر الجماهير واعلم جيدا مدى الحزن ومدى الغضب ومدى الألم وبالتالي ايوة هتبقى فيه حالة خوف عند اصحاب الفنادق عند اصحاب شركات السياحة عند الملاعب المختلفة حتى الامن نفسه هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا من هنا ده اللي انا كنت بتراحه وما زلت بتراحه بمنتهى الوضوح ودون حساسية وارجو من المزيدين والناس اللي بتلعب يقولك البرنامج ده والبرنامج ده والبرنامج ده والقصة ده يا اخي حاسبوا انفسكم قبل انتوا حسب يعني حاسب نفسك الاول شوف انت عملت ايه شوف انت ايه شوف انت وصلتنا لايه شوف القصة انت عملتها ازاي شوف القصة انت سوتها ازاي شوف القصة انت شعللتها ازاي وشوف مين اللي شعلل ومين اللي ولع ومين اللي هيج وبعد كده ارجع تكلم لانه من غير المقبول او المعقول ان يطلع حد يقولك مش عايزين قناة السويس ومش عايزين فلوس قناة السويس ويعني ايه لما يخشوا قناة السويس مش معقول ان حد يطلع وقولك الولادنا بتقتله عشان الناد الاهلي وتؤجج المشاعر وتولعها وتشعللها يعني كلنا قلبنا تواجع ويعني كان حيموت مبارح لما في ولد مات في برسعيد قلبنا واجعنا جدا على بلال محفوظ علي رحمة الله فيا بالكم 75 شهيد وكلهم برضى 14 و15 و16 و17 اقصى هم 21 ولا 22 سنة فاكيد القلوب الموجوعة كثيرة جدا برسعيد انتفضت كلها وخدت الجثمان ولفت بيه الشوارع والمدينة ثم صلت عليه صلاة الجنازة في جنازة مهيبة في استاد برسعيد وخرج الناس كلهم ألما وحزنا وكذا